تواصل السلطة المحلية بإقليم أزيلال جهودها من أجل تقديم الدعم للمتضررين وإزالة الأنقاد الناجمة عن الززال الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة تعبأ رجال وأعوان السلطة وعناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة والأمن الوطني والدرك الملكي بهدف تقديم المساعدة للعائلات المتضررة وجرد المباني المهددة بالانهيار منطبئة الحالة دي فاجئة تفاجأنا بها كمال مغربة كاملين في اللحظة ديال الزلزال ديال الصدمة ولحصل لحظة أن الناس ما زال منعسوش أغلبية يعني خرجوه هربو من الدير قبل ما يتريبوا هاد الصباح راه نتون باكتشوفوا يعني من عائل المكان يعني راه وخما كينش يعني بستثناء ذوك العائلة نمش بنا خمسة الأفراد أغلب الديور يعني تريبوا يعني كين خسائر في الممتلكة ديال السكينة تبذل السلطات المحلية قصارى جهدها من أجل مساعدة السكان المتضررين على مستوى جماعتين أي تمليل وأيت أمديس المتضررتين من هذه الكارثة الطبيعية وقد مكنت عمليات البحث والإنقاذ من إجلاء العديد من العائلات المحاصرة تحت الأنقاذ كما عبأت عملة إقليم زلال موارد لوجستية كبيرة لفتح الطرق المقطوعة بسبب الزلزال وذلك بهدف تسريع إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة ترجمة نانسي قنقر